إذن أمس سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من ماتة فريدركسن رئيسة وزراء الدنمارك تناول التباحث بشأن تطورات العسكرية الجارية في قطاع غزة خلال الاتصال أكد الجانبين الخطورة البالغة للموقف وضرورة تجنب توسع دائرة الصراع لما لذلك من تدعيات إقليمية تهدد الأمن والاستقرار بالإضافة لأولوية تحسين الأوضاع الإنسانية بالقطاع كمان خلال الاتصال أكد سيدة الرئيس أن المخرج الوحيد للوضع المتأزم الراهن هو العمل على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين مع أهمية الدفع في الوقت الحالي نحو وقف كافة الأعمال العسكرية لتستهدف المدنيين الأبرياء في قطاع غزة